الاستشارة الوطنية هل من حل لضعف الاستجابة؟ اليوم 2 مارس 2022 وما بقى للاستشارة الوطنية كان أسبوعين تقريبا أو أكثر بيومين على اعتبار أنه يوم 20 مارس هو يوم الإعلان عن انتهاء هذه العملية طوى الدستور 2014 متفقين بكلنا وأغلب الفعاليات السياسية كذلك أنه دستور ناقص ولا يستجيب إلى دولة القانون والمؤسسات ولا إلى ديمقراطية مؤسستية ومتفقين الشعب التونسي تقريبا اللي عبر على أنه هو يحب على حلان المجلس النيابي متفقين أنه المرحلة السابقة حكم عليها بكثير من القسوة على اعتبار أنها ما قدمت شي حاجة كبيرة ولكن في المنطلق كان الهدف أن تكون هذه الاستشارة الوطنية واسعة من أجل إنارة لجنة لإعادة سياغة الدستور ولكن تبين أن بعد قطعة الاستشارة نصف المدة تقريبا وأكثر تبين أنها لم تكن واسعة ولم تمس أغلبية الشعب وأنها بقيت تراوح في بعض الألف الآن السقف الزمني قريب جدا وقاعد السقف الزمني يقرب برشا 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 وقاعد يضغط أيضا ما هي الخيارات الآن والحال على ما هو عليه؟ هل سيكون الخيار في تمديد الأجال مثلا؟ هذا ليس حلا لأنه اللي ما صارش في أكثر من شهرين ما هوش بش يصير في جمعتين هل نراجع آلية العمل آلية التعامل مع الاستشارة فنعيد توضيح الأسئلة واختصارها وربما تولي الاستشارة موضوع حديث واستشارة وتعاون مع المجتمع المدني النجم نقوله مخر ولكن زادة ممكن هذا لأنه هالأمر هذا يطلب تغيير الأسلوب والتقنيات وهذا ليس نقيصة أو أمرا سلبيا في علم الأحصاء كيف ما نعرفه خبير اليوم ما ينجم يواصل وما ينجم يقول إلي الاستشارة هذه نجحت إلا ما يشوف الأرقام وكيفاش سجلة أرقام ما هيش كبيرة أقل من شهر ما زال في عمر الاستشارة والخوف كل الخوف أنه يتيح كل شيء في المال قدر الله وما يلزمش انتظار آخر يوم حتى تتقدم حلول ربما ستكون غير مكتملة لأنه وقتها فما شكون يستنى في الدورة الجوق اللي يحب يرجع إلى ما قبله 25 جوليا طوى اللوم بعد القضاء بدعة لو كانت الاستشارة هذه موضوع تفاعل ومشاورة مع المجتمع المدني مجتمع مدني اللي هو حريص على البلاد وحريص على الشعب التونسي أنه ينال ما نالوا ولكن هذا شيء ما صارش وتحطوا الناس لكل فرد شكارة ولات الناس لكل تنقض في الاستشارة الاستشارة هذه كان ممكن أنه تكون موضوع استشارة أولية ساعة بين الفاعلين السياسيين وكذلك المدنيين من أجل الإنارة ومن أجل حشد الناس باش ينجموا يمشيوا له الاستشارة هذه ولكن الثغرات ممتاز الاستشارة ثغرات التقنية وثغرات الإعلامية والتواصلية خلات يبرزوا هالناس هذوما هالكواكب هذوما ولا كل واحد يفلح وكل واحد يحب يكون ضد الرئيس وإلا ضد الخيارات متع 25 جوليا يولي يركزها على الاستشارة ويقول والدليل ها هو ها كواحد اثنين ثلاثة المهم أن الاستشارة الوطنية ما زالها أسبوعين وشوية هل هناك حلول اليوم يلزم رئاس الجمهورية والحكومة الحالية يلزمها تتحمل مسؤولياتها وتاخذ شأن بيدها في أنها تنفتح على المجتمع المدني وعلى الناس الكل من أجل أنه هالاستشارة تاخذ طريقها لتحقيق آمال الناس في أنهم يقولوا أشي يلزمهم يقولوا موش يقول اللي اعمل الاستشارة ومن بعد يشدوها الأخرين في الدورة ترجمة نانسي قنقر